الرياضة حالة حلوة والرياضة كمان فيها حالة كده بنعيش فيها ما بين التلاحم والتنافس وكمان عدات وتقاليد وبالذات لما نكون في منافسات كبيرة عدد من الدول فانت مش بس بتشاهد الفريق اللي انت بتسوفه انت كمان بتتعرف على المشجعين وعلى عداتهم وتقاليدهم ولغتهم وقدي ايه بتبقى يعني حالة ملحمية رائعة العرب الايام دي بيعيشوا حالة حلوة كلهم لانه كاس العالم هذه العام كله فيه كده الطابع العربي السحر العربي كلنا نحتفل بكاس العالم في قطر والجميع يتلاحم على ارض قطر من اجل كاس العالم مين الدولة اللي هتفوز وازاي هيبقى المشهد هيكتمل حتى النهاية ده اللي خلانا في بيت للكل ان احنا كمان نمسك الكورة ونبدأ معاكم ضيفي برحب بالناقد الرياضي الاستاذ عمر عزت مساء الخير مساء النور يا استاذ شبكي اهلا بحضرتك يعني الدنيا كورة جدا فعايزة اعرف منك كده المشهد زي ما انت شايفه يعني شايفه ازاي وشايف هذه النسخة اللي فيها مسحة عربية ولأول مرة يعني خلانا نبتدي من اول التنظيم بتاع قطر يعني التنظيم كويس جدا رائع جدا يعني مش كويس حتى احنا ندر نقول رائع يعني دولة مثلا زي قطر صغيرة في المساحة انك تقدر تستضيف الملايين من الجماهير من كل حتة في العالم اه فيه ممكن شكاو بس يعني تتعدى على الصوابع يعني اجمالا يعني كل حاجة ماشة كويس الجماهير قاعدة كويس الملاعب ممتازة تنظيم الدخول حاجة رائعية يعني مشوفناش مشكلة كبيرة ظهرت على السطح خلال الايام اللي فاتت كلها يعني حاجة مبهرة جدا تحسب لنا كلنا كعرب وطبعا تحسب لقطر الاول ان الموضوع ده معهم يعني من حوالي من 2006 تقريبا اول ما اعلنوا ملف كبير شغالين عليهم شغالين بقالهم كام سنة يعني حوالي مثلا 15-17 سنة بنية تحتية وملاعب يعني حاجة عظيمة لانه هو كان قبل كده ما كانش فيه الحاجات دي فكن انت تاخد ملف كبير زي ده حدث عالمي الناس كلها مستنياه وتقدر تطلع بالمنظر ده مع صغر المساحة فدي حاجة طبعا مشغرفة جدا تعال ندخل بقى في المباريات على طول يعني تعال ندخل كده بما ان احنا بنقول انه فيه لمسة عربية بينة جدا في كاس العالم فخينا نبدأ بالفرق العربية ونقول يعني دينا كده تقييم عن ما حدث للفرق ما تبقى من فرق عربية بتلعب الآن المغرب فخلينا نشوف كده تقييم يعني من الاول ما القرعة عملت مثلا ما كانتش التوقعات كبيرة لان دايما الفرق العربية بتقع تصنيف ثالث او تصنيف رابع فدايما بيبقى فيه مثلا فريقين او ثلاثة اقوى من الدول العربية لكن لما البطولة ابتدت احنا شوفنا مثلا اول مفاجأة لما السعودية كثبت الارجنتين يعني بعيدا عن قطر لأولا لو نتكلم عن قطر ان مثلا هي لسه اول سنة تشارك كاس العالم فيه كان فيه رهبة كبيرة جدا في مبارات الافتتاح كتواضحة قوي طبعا مع اكوادور اه فعشان كده قطر يعني مثلا ايه مش هنحسين هي هي الدولة المستضيفة لكن هنكلم عن بقية الدول العربية اللي شاركت اكتر من مرة فبتقينا بالسعودية اول ماتش مع الارجنتين واحد من المرشحين هم ياخدوا طولة ميسي والحالة اللي عاملها ميسي ومع ذلك السعودية بتكسب بتفجر مفاجأة يعني كبيرة جدا تخلي الناس كلها تركز مع السعودية وبقية الدول العربية بس لأسف بعد كده الماتشين التانيين السعودية خسرت فيهم يعني المجهود ما تبازلش بنفس او المجهود وقع بس خيالي قول انه العنوين الرياضية اللي كانت موجودة في العالم كله كانت حتى عنوين تتخطى الرياضة يعني فاكرة عنوين للسعودية كان بيقولك وكأن السعودية هزت جبل يعني كانت عنوين بهذا المعنى انت تبقى خسران كمان من الارجنتين واحد صفر وترجع الشوت التاني فكان حاجة يعني عظيمة جدا كله كان متوقع ان السعودية ممكن تقدر تكمل لكن جيل ماتش التاني تعبولندا لا بولندا الاول كمان والسعودية خسرت فيه فكان لسه الامل موجود كمان في المكسيك بس للأسف السعودية ما ظهرتش بالمستوى نفس المستوى مع المكسيك كانت موجودة على الأقل جابت جول ويه هي والمكسيك خرجوا اه هما الاثنين خرجوا احنا دايما عندنا في العرب يعني في حتة اسمها اللي هي التمثيل المشرف دايما يعني احنا ايوه نفسنا نتخلص منها المغرب هو المغرب هو المنتخب الوحيد اللي قدر يتخلص السنة لا اهو معهم فريق كويس مدرب محترم سدقوا نفسهم فقدروا يصعدوا اول في مجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا فيعني عندما تطلع بلجيكا وتسعد انت اول وكرواتيا تاني فدي حاجة كبيرة جدا طبعا خلينا برضو نقول انه ده اداء مبهر للسعودية اعتقد انها هتتعلم منه وممكن تبقى يعني فيه كاسل النسخ القادمة يبقى لها وجود اكتر لانه فيه يعني شفنا مهارات ولعب كبير خلينا اروح بقى عايزة اروح على تونس مثلا تونس ابتدت ابتدت تعادل مع الدنمارك وهي كانت افضل كمان يعني كان ممكن تكسب الدنمارك بس دايما برضو الحتة اللي هي احنا مثلا متعدلين فنفضل ايه اللي هم حافظين على النقطة لكن مثلا انت افضل طب ما تهاجم ما تسجل طبعا انت افضل جي الماتش التاني كان يعني استراليا اقل كتير من الدنمار فجاء تونس خسرت من استراليا دايما احنا عندنا بالعكس مع المنتخبات العربية تلعب قدام الكبار كانت في ماتش فرنسا عظيمة جول في انترية الاولانية تقريبا يعني يعني انت تكسب فرنسا وتخسر من استراليا واحنا عندنا دايما كده بنلعب قدام الكبار يعني حاجة عظيمة قوي وبعين نيجي قدام المنتخبات الاقل ما نظهرش احساس فرنسا ايه والتونس بتحرجها يعني تونس مش هتستفيد ولكنها احرجت يعني المرشح على كاس العالم فرنسا بطل العالم كمان وانك هو اه ماشي لو اتكلمنا ان هو ريح بعض اللعيبة بس هو اسمه فرنسا يعني اي لعيبة هتنزل دا بس نزلهم بعد الدقيقة التانية وكان فيه النتيجة واحد صفر كان هما متحمسين جدا وكانوا عايزين يتعادلوا ان انت وصلا وحس كده لا ان تونس ما بتهزرش فراح منزل بقى تاني التاركيمة وتبدل حاجة في التاريخ ان انت خسران في كاس العالم من تونس يعني بعد كده التاريخ مش هيفتكر بقى مين اللي كان بيلعب ولا مين ما كانش بيلعب فهي برضو نقط مضيئة يعني خليحة نقول تونس وفرنسا ماتش تاريخي السعودية والارجنتين ماتش تاريخي ويليهم المغرب وبلجيكا المغرب وبلجيكا طبعا حاجة تاريخية واللي عملته المغرب كان بالصعود ده انجاز طبعا تاريخي كبير خليحة بقى نقوح على الفرق الكبيرة يعني اللي احنا تصدمنا خروج ألمانيا مثلا الصدمة للألمان الألمان مهزوزين من أول الكاس العالم من الكاس اللي فات كمان يعني هو خرجوا من الكاس اللي فات الأول خدوا البطولة بتاعة 2014 كاس 2018 خرجوا منه من الدور الأول فالمفروض انت يعني تكون زي ما نقول مثلا لميت نفسك قدرت يعني ترجع هيبتك في الكاس ده بس ده ما حصلش تبتدي الكاس بصورة سيئة جدا بتخسر من اليابان أول ماتش بتتعادل مع أسبانيا بالعافية وبعكده كمان كنت هتخسر من كوستريكا يعني كان فيه في الماتش نفسه كوستريكا اللي هي أسبانيا يعني خسرتها سبعة فأنت كنت خسران في بعض الوقت اتنين واحد من كوستريكا فده مش منتخب ألمانيا أبدا يعني منتخب ألمانيا عنده نواقص كتير جدا وهو معترض من أول البطولة يعني عنده روح كده سلبية آه يعني فيه تركيز كمان في حاجات تانية حاجات تانية عتقد زاني أن هي يعني خدت منطقة المنتخب أكثر آه بعيدة مع الكورة يعني مفروض اللعيبة يعني حتى لو ده مثلا يعني تركيز مثلا سياسي برا مثلا أنت أنت كلعيب مالكش دعوة بالكلام ده مش لازم أنت أنت فروض تكون نازل مركز في اللي أنت بتلعب عليه لو كلمنا عن الأداء الأوروبي والأداء الأمريكي اللاتيني فإحنا منتكلم على فرنسا وإنجلترا وهولندا وبولندا ومنتكلم على برضو اللي هما متواجدين يعني أرجنتين برازيل أورجوي خرجت خلاص فمين الأفضل؟ هو يعني في الطريقين بقى فيه طريق أوروبي وفيه طريق لاتيني يعني البرازيل والأرجنتين وقعين في طريق بعض الناحية التانية فيها فرنسا وإنجلترا كل دول في ناحية والناحية التانية يعني على الورق البرازيل والأرجنتين هما الأقرب أن هما يلعبوا بعض في طور قبل النهائية فهيبقى غالبا بنسبة كبيرة جدا النهائي هيبقى أوروبي لاتيني يعني البرازيل والأرجنتين اللي هيكسب منهم من ناحية والناحية التانية بقى فيه يعني مثلا حرب أوروبية عن ناحية التانية أعتقد أن ده هيبقى كاس عالم يعني اللعب بين القارات يعني لأنه كان فيه نسخ في كاس العالم كان أوروبي أوروبي ما هو كمان من 2002 البرازيل الأخر نسخة خدتها في كاس العالم بعد كده يعني احتكار أوروبي لأمريكا اللاتينية فالحلم أنه يرجع لأمريكا اللاتينية تأمين آه طبعا وهم دلوقتي كمان يعني كراويا أفضل من يعني برازيل والأرجنتين على الورق مثلا مع فرنسا يعني هو دول أفضل تقريبا ثلاث منتخبات ظهروا في الورق طب ما نرتبهم يعني تعالى ندي أرقام يعني توقع أنا بالنسبة لنا المطش بتاع البرازيل والأرجنتين ده هو اللي هيحدد يعني اللي هيصعد منه نهائي أعتقد هو اللي هيكسب يعني بالنسبة لي البرازيل والأرجنتين فرنسا دول ثلاث منتخبات أقوى ثلاث منتخبات الفرق الأفريقية عادة كانت بتبقى أجمد من كده أنا حاسة أن هي كاس العالم ده الفرق الأفريقية مش بقوتها يعني يعني رغم أن الكاميرون مثلا عملت مطش حلو قوي يعني وحاولت أن هي برضو تحرق يعني المنافس آه في الآخر لكن كان توقعات أن يبقى الدنيا أقوى من كده في الفرق الأفريقية يعني هو أقوى فريق أفريقي هو السنغال يعني بطل أفريقيا بس جت لهم الصدمة الكبيرة قبل المونديال بكذا يهم بإصابة ساديومانية بس رغم ده أنه هو قدروا يتغلبوا على ده نفسيا قبل بس الحقيقة أشهدوا بيهم أنه بغياب ساديومانية لكن هم متوددين نفسيا دي تعمل هزة كبيرة يعني واحد مثلا هو ساديومانية مثلا بالنسبة للسنغال زي محمد صلاح بالنسبة لنا يعني من غيره هم مثلا المنتخب مش هيبقى بنفس القوة أبدا لكن هم قدروا يتغلبوا على ده وصعدوا الدور التالي فدي حاجة كبيرة طبعا من نسبة لهم بما أنك جبت سيرة محمد صلاح إحنا مش موجودين في كاس العالم والحقيقة إحنا في مصر بنتفرج بس عندنا حتة نقصة في المشاهدة يعني حتى الشعب المصري مش عارف طب أشجع ده لا أشجع ده فشجع فريقي لقيت غلب فمش عارفين نروح مع مين يعني طبعا كان فيه تشجيعات لكل الفرقة العربية ومازلنا مع المغرب أكيد لكن عندنا حاجة حلوة عندنا الكورة الكورة اللي بتجري في الملعب هي صناعة مصرية وتحت عنوان اسم الرحلة أعتقد ده برضو حاجة حلوة أنها تبقى موجودة بصناعة مصرية أكيد طبعا ده إنجاز كبير وفخر لينا رغم مثلا كلام اللي طلع وساعة لما يعني تم الإعلان أن الكورة مصرية بعض الناس قالت أن لأ الكورة صناعة باكستانية وانتشر الكلام كتير جدا على السوشيال ميديا والدكتور مصطفى مدبولي رد بنفسه ببيان من الحكومة طبعا لأنها تم صناعتها تماما في مصر وشكلها في المصنع ودي حاجة حلوة لمصر أنت برضو بتشارك بالأدوات الرياضية المهمة بتاعت العالم أكيد وده يعني خطوة نقدر نبني عليها كمان لقدام طيب قبل ما أروح لملف 20-30 واستضافة كاس العالم المصري سعودي اليوناني عايزة الأول أعرف اللعيبة يعني كان في صدمات في ميسي يعني في صدمة في أكتر من لعيب وفي لعيبة برتو عملة مفاجآت الأداء الفردي للعيبة فمثلا في مبابيه مثلا هدف كاس العالم ميسي ما ابتداش كويس بس ابتدى يجيب فورميتو يعني قدام السعودية ما ظهرش بالصورة وخسر بنالتي مهم بردو ضيع قدام بولندا بس بعد كده يعني ميسي ابتدى يظهر المطش بتاع دول 16 قدام أستراليا ظهرت النسخة الحقيقية بتاعت ميسي لسه رونالدو مش هو رونالدو يعني ما ظهرش بالمستوى المشكلة لميسي رونالدو يعني دول الأكثر خبرة الأكثر احتراف إيه اللي حاصل في كاس العالم ده بالنسبة لهم ولا هي ممكن تيجي كده وفي ضغط كبير جدا على ميسي يعني دايما المقارنة بينه وبين ماردونا إن ماردونا جاب كاس عالم 86 بالنسبة للأرجنتينيين يعني فأنت ما جبتش كاس العالم مهما عملت يعني ممكن تكون ميسي يعني عمل ميسي العظيم بس اسمك مش في التاريخ تحت كاس العالم ما جبتش كاس العالم ففي ضغط كبير محطوط عليه نفسي العيبة اللي جنبه كمان مش أعلى حاجة مش أحسن منتخب بس الأرجنتينيين عنده ميسي يعني هو الوحيد يعني ممكن الأمل فيه مضبوط يعني محطين الأمل عليه هو فهو وده آخر كاس عالم بالنسبة له هو أعلن كده هو ورونالدو فلو ما جبوش لو ميسي أو رونالدو ما جبش كاس العالم خلاص يعني بعد كده يعني رونالدو تقريبا هيبقى 41 سنة كاس الجاي ميسي 39 تقريبا فخلاص خلاص صعب جد يعني هو ده فده مسبب ضغط عليهم كبير جد هل كبير السن برضو فرق في المهارة والأداة ولا هي الفرق واللعب والحظ هو فارق أكتر مع رونالدو هو دخل نفسه فيها قبل المنديان وأنه سال منشستر يونايتد حتى على نفسه ضغطات زيادة هو مكانش يعني كان ممكن يتفداها هو مكانش محظوظ يعني وجوده في منشستر يونايتد هو اختار غلط من الأولى ما أضفش لي كتير هو لما رجع اختار غلط يعني أنت كنت ساب يوفينتوس كان ممكن تختار كان جاي له منشستر سيتي لو كان راح منشستر سيتي كان وضع بقى مختلف تماما مع جوارديولا مع الحالة اللي عملها السيتي فده مزود عليه كمان ضغوطات كبيرة جدا الناس كلها بص عليه الناس كلها مستنيات فمحطوط تحت ضغط اه فمحطوط تحت ضغط وهي دي يعني هي دي كمان ضريبة أنه أحسن لعب في العالم وأشهر لعب في العالم هي دي الضريبة طيب هنروح بقى للملف المصري السعودي اليوناني واستضافة كاس العالم 20-30 شايفه ازاي وكأمنيات أكيد كلنا نتمنى أننا نشوف حدث ازاي ده في الدول العربية تاني وخصوصا النصري يعني أكيد بس على الأرض الواقع لو هنقسم الموضوع كاس عالم 2030 ده هيكون فات 100 سنة على انطلاق كاس العالم تمام فكل في دول كتير جدا هتتقدم يكون لها ملفات مشتركة في منها مثلا ملف زي الأرجنتين وأورجوي وبراجوي عن مجموعة للتانية اه وعشان أول كاس عالم يتعامل في أورجوي فممكن أن أورجوي عايزة تنظم كاس عالم تاني بعد 100 سنة اه تختم عندها اه مش تختم تختمل 100 سنة اه 100 سنة يبقى عندها فأغلب الترشيحات هممكن تروح الناحية دي انه حدث زي كده في انجلترا هتتقدم برضو بعرض بعرض الكاس عالم 2030 فانجلترا بتقول انه انه احنا ماهد كرة القدم وانه احنا نستحق احنا اللي عملنا البداية اه ننظم الكاس عالم اللي هو بعد مرور 100 سنة في المغرب كمان كانت قالوا انه هو يقدم فمنافسة شديدة اه يعني كبيرة جدا بس هل ما تشوفش ان هذه النسخة العربية هي برضو ورقة حلوة انه اه والله احنا نكررها هو ياريت يعني ومصر باسمها التاريخي برضو حيدي اختلاف هو ياريت اكيد كلنا نتمنى لكن لما نبص للموضوع من ناحية الفيفا صعب انه هم يدوها مثلا قريب تاني لدول العربية يعني انت القطر مثلا بس لو بقينا مصر السعودية اليونان معنا بلد اوروبية بس الاغلب يعني هتبقى عرب مصر والسعودية يعني هو هو مصر والسعودية تحكم الاكبر هيبقى بين مصر والسعودية بزاك بزاك فصعب اوي انه هو دايما هم حتى في الكاسرات مش عشان دول عربية أو كده ما كانوش بيدوها لنفس القرى من رتين واربا يعني ما أبدا إيش مثلا أوروبا بتنظم اتنين وارباعد أو أسيا بتنظم اتنين وارباعد وها كده فصعب إننا مثلا يدوها لدول عربية تانية كاس العالم يعني في الآخر هو اللي حي يعني حيختاره وحيروح فين مع الفرقة الأكثر حظ والأكثر مجهود واللي بزلت مجهود أكيد أنا بشكر حضرتك جدا الناقد عمر عزة نورتنا في بيت للكل وأي إن كانت هي الكرة يعني على الأقل كاس العالم كله في بلد عربي يعني إحنا كعرب يعني فوزنا وبما إن الكرة صناعتها مصرية فأنا شخصيا كمصرية عيدة جدا شكرا بشكرا جزيلا وبتمنى تكونوا استمتعتوا باللقاء ده في بيت للكل وما زالت الكرة موجودة أرجو أن تستمتعوا بكل المنافسات